ترزيجيه أو كهرباء باش مهندس بالله عليك ايه يا ربا شريف انت قريت حاجة هين اه بيقولك يعني ما كانش نفسه شريف في جدد طب مش تسألني طب بلدي نسألتك احنا عايشين مشكلة جامدة جدا في كل امورنا دلوقتي حالة بدأت على السوشيال ميديا الاستقطاب السنائي انك انت بتحبه فلان تبقى ضد فلان وليه شايفين تمال ليه زيما انت قبل كده من زمان قلنا هي القمة مش مدببة لازم تكون مدببة متستحملش غير واحد وجود شريف وجود الشناوي وكان معاهم قبل كده احمد عدل اللي عمين في المجال المنافسة كان هم وضروري ان يبقى احد منهم هو المسمع في لحظة ما كان شريف اكرامي وكلنا ايام البطولة كأس الامة من افريقية كنا بالاجمع شريف اكرامي كان حارس مصر رقم واحد طبعا هصل حاجة النهاردة اديت الفرصة للشناوي هو النهاردة الحارس الذي يجذب اهتمام واحترام كل الناس هو في طريقه ان يصبح لاعبا دوليا هم معنى كده ان خلاص بقى كل واحد تاني ملوش دور لا 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 الحارس الواحد مفيش كده لما تحب شريف ما تكرهش التانيين لما تحبش الناو ما تكرهش شريف لما تحب احمد عدم منع ما تكرهش التانيين كده الاهلي اشعر ان الشريف تعرض لحملات خبيثة واخد بالك مش شريف بس الاهلي كل واحد عنده مشكلة